أهلا بكم الحقيقة حوار مهم ومثير للغاية النهاردة هنتكلم فيه عن الفارق بين الجراحات التقندية والأحدث في العالم لكن خلينا أقول لكم من المرأة الأكثر إسارة عند الرجل دراسة عملتها مجالة مور الدراسة دي قالت أن الرجل لما بيشوف سد جسمها حلو بيرتبك ولما يشوف سد مواصفاتها بتوافق رغباته والكود بتاعه والكيميا بتاعته كل واحد له صورة مثالية لست معينة في عقله بيحب حاجة معينة فإما بيشوف الست اللي بيها بعض مواصفات الصورة المثالية أو جزء منها كبير هو بيرتبك ولو أن الدراسة طبعا تعملت على ألف مرأة ورجل والموضوع كان كبير جدا لأن 56% من الرجال شايفين أن سكارلت جوهانسون هي الأجمل بين النساء لأنه هما بيشوفوا أنه كلما كان الخصر أو الوسط أكثر نحافة وكلما كانت الشكل أنسوي أكثر كلما ده كان أكثر جذبية للرجو بيونسي جات في المركز التالي بيونسي جات في المركزات من ناحية الأنوسة ودراسة عملت قالت برضو أن الستات زوات الأجسام اللي شبه السعر رملية زكاهم أعلى أعلى من اللي هي السعر رملية اللي هي رقم 2 أكثر زكاءا من الستات اللي عندهم أجسام مستديرة أو مستقيمة بلا أي إنحناءات طبعا خلي بالكوا أنه الكلام ده برضو رايح في اتجاه الميني الست الأكثر قدرة على الإنجاب الأكثر قدرة على أنها تكون يعني منجبة أو خصبة الست عندها خصوبة عالية طبعا فيه ستات كتير يدايقوا من الكلام بتاعنا ده ليه؟ الستات يقول لك أنتوا بتبصوا للست مظهريا ما بتبصوش لعقلها لا والله بتبص لعقلها لأنه من المعروف جدا إن الست لو فقدت عقلها ومبقيتش دمخها حلوة مش فقط بقت مجنونة يعني ما بقتش مقنعة عقليا بتفقد جمالها مهما كان بقى لا تقول لي بيونسي ولا سكرت جوهانسون لو هي شريرة أو مزكية أو خبيثة والله لو ملكة جمال العالم شكلا فعين أي راجل على فكرة تبقى ولا حاجة الجمال يذهب تماما تماما بقبح الروح قبح الروح يضيع أي جمال وجمال الروح يدي الجمال للشكل حتى لو ما كانش موجود كبير نهارده حوار مهم بقى جدا مع ضيف العزيز لسيس دكتور حاتف السحار أي عيان بيعمل عملية في وشه بيبص على وشه في المجاية تلتمية مالة في اليوم عملية تصريحة بالجراحة المفتوحة أو بالجراحة المفتوحة ولا الحق للمريض إنه يعرف الفرق بالمكين أحسن الحاجة موجودة في العالم دلوقتي لماذا أصبحت ترحول في الجسد بهذه الدرجة من الانتشار سيكة 50% بقت 80% تضيف المائزة دول سبقهم العماسة السملة التي تعمل الأستاذ الدكتور حاتم السحار أستاذ واستشاري جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا عضو الجامعية الأمريكية للتجميل والحروب عضو الجامعية المصرية لجراحات التجميل ضيف العزيزة القملة المائزة الكبيرة أهلا بك دكتور حاتم السحار أهلا بك دكتور حاتم أهلا بك دكتور حاتم وحشني والله خلي بالك النهاردة يعني اللقاء مختلف شوية وحوار هيبقى يعني فيه نوع من السجال والحوار اللي هو عايز أفهم هبدأ الأول بين نحط الديناميكي إيه نحط الديناميكي إيه الفرق بينه بين النحط الكلاسيك إيه اللي أضافه فكرة كلمة ديناميكية يعني هل أجهزة معينة هي اللي قدر تعمله ولا دكتور معينة هو اللي قدر يعمله دي كالسؤال أوكي أقام واحد النحط الديناميكي هو نحط للجسم بتفاصيل معينة يعني إيه تفاصيل معينة يعني في وجود اعتباغات معينة إيه هي الاعتباغات الطول الشكل تقسيمة العضلات مش مجرد التوجه إلى منطقة معينة يعني إيه سيدة أو رجل عنده مشكلة في منطقة ما بقاش الطاجت دلوقتي إنه عالج هذه المنطقة بقى الطاجت أنا هعالج المنطقة دي بشكل إيه يتلاسم مع شكل جسمه وهل لما عالج المنطقة دي محتاج أعمل حاجة تانية ولا مش محتاج أعمل حاجة تانية مثلا هعمل مثلا الخصغ كانوا زمان فاكين الخصغ هو مشكلة مشكلة بطنة إنه لما زبط بطني خصغ هيبان لا بقاش كده الخصغ عامل زي حز العملة في مالكه في كتابه وش وضخ لو في ديفو مشكلة في أي ناحية من وش العملة عمر ما الحز هيبقى إيه مزبوط فبقى عشان أعمل خصغ كويس لازم أشوف البطن عملة زي والضهر عملة زي بقى الدنيا ما بقاش مجرد تارجتنج لمنطقة معينة طب الخصغ مقاسه كاب مقاسه ازاي طب هل ما عمل الخصغ هل محتاج أزبط منطقة المؤخرة بشكل معين عشان تناس مع شكل الخصغ اللي أنا هعمله طب لما هي قبر استعدى هكبره بنسبة قد إيه بحيس النسبة من فوق عرض لفوق والعرض الهيبس أو الحوض يبقى متناسقين مع بعض فبقى الموضوع مش موجود تارجتنج تو وان بوينت يعني مش هتوجه لنقطة معينة بتوجه لجسم كامل على بعضه ده اسمه النحة الديناميكة الجزء التاني ازاي يتعمل فيه تلات حاجات المشكلة اللي عندي هي مشكلة ايه مشكلة دهون مشكلة ترهولات مشكلة دهون وترهولات مع بعض هل المشكلة دهون بس مشكلة ترهولات بس مشكلة دهون وترهولات وهل في نفس الوقت محتاج الدهون دي اخدها وحطها في مكان تاني طيب انا عملت هذه العملية او عملت هذا التكنيك مش دي مش عملية في خلال نص ساعة او وبع ساعة طرعت من نتيجة شد كاملة بس هل كل اللي عندي فهم لا من تلاتين الترهولات المتوسطة والبسيطة وليست الترهولات الشديدة ترهولات الشديدة لازم نعمل لها عملية يبقى ما زالت العملية موجودة للترهولات بس هي فجأة كلها العملية بدل ما نكونوا بتعملها اللي هيكون لهذه الفئة قلصتها في فئة معينة اللي هي ترهولات الشديدة من لو عندي عشر عندهم ترهولات داخلين منهم ناس عندهم تلاتة او اربعة عندهم ترهولات شديدة ستة عندهم ترهولات متوسطة اللي عندهم ترهولات متوسطة بقوا يتعملوهم من جيب لازمة ايه 3 او 4 اللي لسه في الترحولات الشديدة لازم لترحولات انا بس ايش الناس تبقى فاهمك كويس ده وظيفتو ايه ده ده رحولات برضو تعتبر انا قلت في امريكا اللي ده اللي داخل الموضوع ده كان فيها واحد اسمه الدكتور زامورة ده يعني هو اللي الترحولات جيب لازمة من 4-5 سنين وكنت معاه الصور دي من عنده انا بتكلم عشان يبقى كده وشالت معاه فترة الدنيا لا تتخيلها نتيجة اوهمية عامل ضجة على مستوى العالم كله بس طبعا دي حالات تتعملها كمان شفت دهون من المنطقة لازم اعمل قبل مدخل الجيب لازمة لازم تعمل فيزر لازم اعمل فيزر لازم اغفع الجلد بالبلد دي كده انا لازم لو عندي انا عاوز احاجم الكوباية دي لازم اشيل كل الجدار اللي في النص اللي بينه وبين الكوباية عشان لو مدخل اهاجم الكوباية دي يعني لازم مثلا الحالة اللي تحت دي دي حالات زامورة 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 هو الماستر الافضل بتاع الجيب لازمة على مستوى العالم هو ده الانشأ التقنية الانشأ التقنية دي زامورة فهو عشان يتعامل مثلا مع الدهون الموجودة في الست اللي الاعنين دي من عنده فعلا لازم كتلة الدهون حال كويس حتى لو انت حاسي ان فيش دهونك كتير لازم تخش تعملش تترفع اي خلية دهونية موجودة وتخلي الجلد على وضع الاخير على الطبقة بتاعت الجلد بس هو بيشتغل حالات ادفانسة او في الجلد اقولك حاجة صغيرة جدا هو انت متيجة قرن العيان اقولك بقى كده انا عندي جاتلي واحدة مثلا زي العيانة دي اغايك يا فندم جرح ونشد 100% ولا جيب لازمة واشد 80-90% لاي عايزة اغلبيتهم بيختاروا ايه هيبدأ الاول بالجيب لازمة فترة طويل 98% هقعد خمس ست ساعة في عملات شد وش واللاجئ اعمل بالجيب لازمة 10 دقائق بالزبط وصحية صحية وشايفة يعني انا هو عمل الحالة الحالة اللي هشتينها دي حالة ادفانسة المفروض كلاسيك هو خلي بقى لك التجميل فيه اوبشن للعيان بوص حالك يا دكتور ايمن انت اللي ميجيلك عيان باطينة او عنده مشكلة في الغدل وكلام دا كله انت اللي يصف له علاج معين وهو مجبر انه لازم يمشي على العلاج اللي انت بايه بتقوله انما يعني التجميل انت بتاخد عليك طراحات معينة ونتائج معينة هو عنده القدرة ان هو يختار انا مش عاوز جروح في جسمي مثلا طيب خلاص انا نوصل نتيجة بالتسعين في المائة من نتيجة بدون ان انحط اي ايه دي في الحالات السيفية انما الحالات البسيطة لانتيجة مي في المائة طبعا ببقاش حاد يقول اعمل شد وش والكلام دا كله في حالات الناكي الناكي والميونت دي كانت البداية جبها دخلنا على الموضوع الاهم البطن والدغعات والجزء الداخلي بتاع الافخاد على انه الجزء الداخلي كان أساساً شده رخم بالظبط كده خلينا بقنا موقعين هنا هنيجي الحتة أساساً شدها جراحياً مكانش بيدي نتائج كويس الاختراع اللي حصل بعدي أنت كان مشكلتك أن يجيب لازمة طوله قد كده اختراعوا منه الستاند بتاعته تبقى أطوح بقى فيه منه مقاسين مقاس صغير ومقاس ايه كبير والإنتنس بتاعته أعلى شوية لأن خلي بالك تخن الجلد أو سمك الجلد في أي منطقة بيختفي منطقة المنطقة أخرى فابتدها الآتي وهقولك برضو القصة اختراعها فين آخر حاجة عملوها نبتدي الإدراعات ومكلموش في البطل البطل عمليات شد البطل كان جايب نتائج وهمية وجايب نتائج وهمية لحد دلوقتي لأن الجرحة بتاحها في المنطقة بالدرية في أسفل البطل في البيكيني العين ومش بيسيبش علامة زي الكريصرية وزي الكلام وعندهم مشكلة في البطل نسمع العضلات اللي بغزة ضعيفة فهم بيشتغلوا شغل كتير شغل كتير عم إنما الدرعات والأفخاد الدرعات الدرحة هنا آه بيسيبش علامة والكلام ده كله طب ما نجرب الجيب لازمة له وكان دي الفكرة أول اختراع بعد الوش كانت درعات والجزء الداخلي من الايه؟ من الأفخاد ابتلع نشفط وبعد الشفط مندخل هذي طولنا الآلة وزولنا الإنتنس بتاحها تاك 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 النتيجة دي بعد يوم اللي فوق اللي تحت ده بعد يوم يوم من غير جرح أحدكم مش شعرفها نيه من غير جرح أنا كلم بس جماعة كلمة جرح دي انتو مش تخلين عاملة ازاي إن أقاسبتوا اللفظ مفيش علامة على جسمك إن انت تشد جلد بدون علامة على جسمك دي ده حاجة لا تتخيلها كتير أول هقولك بقى الكلام ده كله البنات ده هقولك بقى الاختراع الجديد البنات اللي عملوا عملات تكميم أو تحويل مصار اللي عملات المفيدة جدا اللي أنا بشجحها جدا وخسوا 2040 كيلو ويبقى سنهم صغير غالبا التغاهلات عندهم مش كتير وفي نفس الوقت آنسة ما تجوزتش مش عاوزي بقى فيه علامات في جسمها الجهاز ده جي نجدة من السماء نجدة من السماء أنا هعمل شد لهذه التغاهلات البسيطة أو المتوسطة بدون ما حط علامة في جسم حضرتك بدون ما حد يعرف أن أنت عاملة أي عمليات تجميل بس فيه تغاهل مش هم أنا بكتاني بردو جماعة الأمانة تقتضي في التغاهلات البسيطة والمتوسطة وليست التغاهلات الشديدة وما على حالة قلت التكميم وتحويل مصار قلت بنات وفقدين وزن قليل من 30 إلى 40 كيلو وبنات سنهم صغير عشان جلد التاحهم قوي فيك تقوي منهم بيغد بعد الدغاعات كانت المشكلة الكبرى الجزء الداخلي بالأفخاد ودي المشكلة أغربية السيدات تلعبش الرياضة الجزء الداخلي بتاع الأفخاد بيبقى ضعيف جدا فيه كمية دهون كتيرة وفي نفس الوقت الفيزر مهما يشد في المنطقة دي مش هشد مية في الايه؟ في المية وكان بيبقى فيه حب التغاهلات جرح في هذه المنطقة لا دم متقيل شد الأفخاد الداخلي جرح دم متقيل دم متقيل يعني بيسيب علامة بيسيب علامة درقم واحد على عضلات أساسا قوية جدا الدكتور ودول عضلات شديدة القوة فبالتالي كلما العضلة تبقى قوية كلما يشد على الجرح فهيفضل ان الجرح دايما بيتسع بيتسع جدا ده بقى كبرضو النجدة التانية من السماء طب دخل الجهاز شد الجلد قوة العضلات في هذه المنطقة ساعدت على سحب الجلد ناحيتها فبقى تجيب لازمة اختراع للدرعات والأفخاد خصوصا الجزء الداخلي منها ان هو يشد الجلد بدون ما يبقى فيه زي ما نقولها كده في الكتاب شق جراحي يعني مفيش جرحة ايه هيتابي بنتيجة تسعين الى مئة في المئة في التراخلات البسيطة والمتوسطة وبأكد على هذي الكلمتين البسيطة والمتوسطة عشان بس الناس هو مش عصا صحيح هو الكلام يعرفيك يا جبا دكتور ايما بيتقالي ان هم في خلال سنتين هيوصل لما يوصل لما يوصل بس هو الناس كانت توقعه ابدا ان الموضوع ده يحصل ان الموضوع ده يحصل هو عامل بجة على مستوى العالم يعني انا عادوا لك ان دكتور زامورة من كتر الانترفيوز اللي مطلوبة منه هو بقاله مثلا تاعة طبع شوه مش موجود في التراخل يعني المؤتمر هو جاي مصر قوي بالفكرة يعني هو يا ليت نعمل مع الانترفيو عشان نشوف الموضوع قوي جدا المهم يعني جينا بقى على البطن نيجي للبطن البطن احنا نكرر ثاني البطن هي المنطقة التي ينجح فيها شد البطن نجاحا ساحقا عملية ولا اربع ولا احسن من كده ونشجع كل الستات اللي عندهم تراح ولاد في البطن والبطن شكلها واعيش ومش عارف ايو هتتطلق تاعمل شد البطن هزا الجهاز بيشدش العضلات عشان بس يبقى احنا كده ايه؟ مش متفقين فاذا السيدة اللي عندها ضعف في العضلات بسبب تكرار الحمل والولادة وعدم موجود غيادة بعد هذا الحمل والولادة منفعش معنا هذا الايه؟ الجهاز هذا الجهاز بيشد جلد فقط للسيدات اللي عندهم تراهوا البسيط بدون ضعف عضلات بدون ضعف عضلات كلمة الواضح وجميل وعلمي جدا يعني انا لأ يا انت بتفسس انا عارف انه ممكن يحصل ايه بعد كده انه هو انه ناس كتير من اللي ما بتعرفش تعمل شد بطن بقى كجرحين تجد هلولك اشتغل بالجهاز هشتغل بالجهاز اه فدي مشكلة او عيانة تيجي تقولك انا عايزة اعمل الجهاز وهي عندها ضعف عضلات والعضلات ضعف عضلات وبيضة بص هتوتو اعني انا دايما يقول لعنا زي ما انت خايفة على جسمك انا بخاف على اسمي انا من بعشة اطلع نتيجة 50% او 30% لو اطلع نتيجة 100% لا اه اه ازمي قول او 30% لا نعمل صح لما نعملش ايه خالص انت مش متخيل ده بعد يوم الجلد هو مسكو من فوق بتشد معاي الجلد مش عاف شده احنا فيه فيديو انا بس مش عاف جبته معاي ولا لا احنا عملنا دراعين خلصنا دراع وشدنا الجلد مش عاوز يتشد اللي احنا عملناها الدراع التاني لسه ايه بين الدراعين بس ازمي قولت ده بيشدش طرحولات بيشدش قصدي عضلات بيشد فقط التغاهلات المتوسطة والبسيطة لو في شد عضلات لازم عملية شد بطن أو نحت كامل البطن تضمن شفط للدهون وشد للعضلات واستقصار الجزء المتغاهل عملية بسيطة ببنج موضعي وجرحة مستخبي في بيكيني اللاين بيسبش أي أثر بس لو فقدر حاملنا من الجرحة ما تعملها في الجي بلاس بعد الولادة برضو سؤال مهم قوي لأنه كتير من الناس سأقول لك طب أنا بعد الولاد هقدر أتعامل مع الجي بلازم أم لا هذا هو السؤال القادم في عمليات التجميل الإنسان بيدور على استعادة التناسق والتوازن لجزء من أجزاء جسمه عن طريق استعادة مقاييس الجمال المناسبة للجزء ده جراحات التجميل بقى لها أثر كبير جدا على نفسية المريض وحميته من الاكتئاب المزمن بسبب تشوخ خلقي ممكن يؤدي به إلى الانطواء والانزواء السيدات بعد الحمل أبرز الناس اللي بيعانوا من مشاكل تغير الجسم والتراهولات تقنية الجي بلازمة بتحقق نتائج عظيمة في المجال ده دلوقت بدون أثار جانبية أو ندبات واضحة أو تخدير كلي أو يمكن فيها كل ما تتمناه السيدات بعد الولادة لاستعادة قوامهم وجمال مظهرهم يا ترى بعد قد ايه من الولادة ممكن تتعرض السيدات للتجميل بتقنية الجي بلازمة؟ بعد قد ايه من الولادة ممكن تلجأ السيدة للجي بلازمة؟ هو السؤال الأولاني هي هينفع؟ هل يجيب لازمة معها أو لا؟ أيها بالضبط ده السؤال الأولاني أغلبية اللي بيولاده في مصر مش هينفع حتى هم تشد بطنعي؟ لأنه بيبقى عندهم ضعفوا لإيه؟ في العضلة في العضلة أرجوك يا سيدات مصر بعد الولادة مش معناها تعادي في السرير وسبعة أيام وثمانة أيام وهي بقى سابتة بعضلاتها قد ضعيفة في دكتور مصري قال لي تمرين بسيط السيدات بعد الولادة وهي قاعدة في السرير تشد بطنع وتمسك وتفوق ده يقول واحده لإيه؟ العضلات مش واحس حركة ولا تروح الجم ولا أي حاجة لو ما فيش ضعف العضلات أممكن تعمل وده ميزة بقى لأني سيدات خلفة الأولاني نظرت ستات مصر أخلص وبينها بعمل طيب مش هحط الجرح في جسمي إلا بعد ما خلص 12-13 وده لنا نوعه إيه؟ أعملهم أعزوا على 12 عيل لازم أجيب 12 عيل بل أعمل شد إيه؟ بط طيب يا ستة أنت قريبت أول عيل ما عندكيش ضعف في العضلات وطراهل بسيط طب أعمل لي جيب العسم أو الجرح ولا أي حاجة شدي الجسم شدي الجلد اتراهل بسيط لحسب السبب الأولانية بدون ما نحط إيه؟ جرح بعد قد إيه؟ ثلاث شهور مع بعض هو أقول كلمة واحدة ثلاث شهور ده مش وقت فاكسيت انت عارف يا دكتور أيمن الطب مفوش وقت فاكسيت هو ببغينش يعني منقول شهر لثلاث شهور يعني هو ماكسمم بيبقى بعد قد إيه؟ ثلاث شهور فدي تقنية يتجيب العسمة تنفع طبع الستاتر وده وخصوصا يا سيدات إنه نوية تخلف كذا مرهة مش هنعمل جارة حاسية الكل بما إن ما عندكيش ضعف في الإيه؟ في العضلات إنه مش هشد عضلات دي الجزء دي الجزء المهم بقى وي إنت بأنت شايف إنه إيه الأمال في الجيب لازمة في المسابلت إنت مستني منه إيه؟ إيه الدفكتل غير دلوقتي اللي موجود هو عمل حاجة قوية جدا أنا عجباني الرجال ده بقى يعني هكلمه على ستات شوية الرجال اللي عملوا عمليات تكميم أو تحويل مسار أوكي؟ بيبقى عندهم مش تسدي بيبقى عندهم تراخلات في منطقة الإيه؟ السدي السدي مش تسدي سن التراخل آآ تراخل لأ وخصوصا بقى لو خاصة 50-60 إيه كيلو مشكلة التراخلات في منطقة الصدر عند الرجال بعد التكميم أو تحويل المسار كان جرخ دموتك فهلن جرخ هنا آآ بيبقى لابل صدوم كويس مفيش حاجة باينة بس ينزل البحر ينزل يقعد براحته ما بيبقى فيه جرخ واضح ده حلا حلها وخصوصا إن برضو منطقة الصدر عند الرجل عضلاتها قوية جدا عضلات البنش عضلات الصدر عند الرجل قوية جدا ده الحاجة اللي اتعاملت فعلا وكان فيه حالات منها سيفير وقابت نتيجة وفيه حالات سيفير اتعاملت اتراهه النزل بنسبة 70-80% وتقلص الجرح من مجرد جرح بالعرض كده لجرح صغير حاولين لإيه؟ الحلمة انت مجرد تقلل جرح في تراهل تسدي في تراهل في الصدر عند رجل بعد ما التكميم وتخلص المصار وتخليه مجرد درح عوني الحلمة انت مش عارف قولك ايه؟ أنقصته من الغرق لأنه كان 50% بيستغيح قهاش لابس يدومه 50% مش عارف يقعد بره مش عارف يقعد برحته على البلاج مش عارف يقعد ورحته على البسين عشان اتجخل اللي بانه ده حل المشكلة كلها ولسه هيشد أكتر لسه العلم يقفش يا دكتوري كم جملة لازم نقولهم في الآخر مهمين جدا جدا تظل عمليات مثلا التعاب والمعشفط الدهون والعملية الكاملة للتسدي عند رجال قائمة قائمة ده مش للتسدي ده للتراهلات بعد التجميل عشان بس الناس اللي لسه مش عارف يتفرق لو هو عنده تسدي لازم يقوم له عملية شفط وينشيل كل ده وينشد الجلد بعد كده بالجبلة انا لبصي للتقامل لانه جال حقق دي مخصوص عشان أبين الفرقة النقط مهمة الفرقة الفرقة من ده ايه وده ايه بين الست اللي تحتاج إلى شد بطن مع اصلاح عضلات مع عملية كاملة مع جرح وبين الست اللي تحتاج إلى اننا ندخل نعمل جيب لازم عشان عندها شوية تراهلات بالضبط الدراعين اللي يحتاجوا عملية ملهاش حل لازم عملية بتاع وبين الست اللي تحتاج اللي هندخل عشان شوية تراهلات بسيط بالضبط أسعدتيني بهذا اللقاء الممتع كالعادة واسلوبك الواضح اللي هو ايه يعني زي واحد زي الواحد بيساوه تنين بالضبط 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 ايه انا جاي مخصوص عشان الكلبة دي بس اعظف ايه بس اعظف ايه بس اعظف ايه بس اعظف ايه كل راجل له كود محين بيبص للست في ست تعجبه طب الراجل اللي عنده كل صفاغ كل صفاغ بس ده مش لازم يراجع نفسه بس العاشرة ده تو ايمان و الدماغ يرفت في فراخ جمال الروح ما هي الكود ده كوكتيل شخصية مع شكل شخصية مع شكل مع صفات مع طريقة كلام مع جمال الروح كل و كارزمة و أتراكشن اللي هنجد يتكلم معها بالبادي بامجد اللي هنجد تشحق كود ده تو ايمان هنصعف الكود بتاعك بعد الفصل هعود اشرح لكي كود صعب يعني مش سهل نورته و شرفته كالعادة بتسألني أسئلة عظيمة جدا ضيف العزيز الاسود دكتور حاتم السحر أستاذ واستشاري جراحات التجميل بكل الطب جماعة القاهرة زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو الجماعية الأمريكية للتجميل والحروق وعضو الجماعية المصرية للجراحات التجميل ورئيس مجلس إدارة آيكون كلينيك المجموعة الرائعة كان ضيفي فيه واحدة من الحلقات الممتعة كالعادة فيه الدكتور وبيسألني الدكتور حاتم عن الكود اللي أنا أفضله الزكاء الطيبة وبالله يسطق عليك بالزكاء اسمع كلمة بس الزكاء الطيب ما أنا قلت الزكاء والطيبة فيه فرق بين الزكاء والخبز فيه فرق بين الطيبة والبساطة والتحقيد كالكع فيه فرق بين القناعة والجشع دول هم الكود اللي يحبوهم مش بس أنا كل الرجال خليكم دايما مع دكتور شكرا